تطبيق بيصنع أفلام كرتون من فيديوهاتك وصورك مجرد ما حطيت فيديوهات إليك أو صور إليك لح تحصر على أفلام كرتون رهيبة مو بس هيك رح تقدر تضيف إفكتات كتير جميلة للفيديوهات فاجأت كون مو لهيك خلونا نتعرف على هذا التطبيق هذا التطبيق يا أصدقائي فكرته وفق الذكاء الاصطناعي بيقدر يحول أي فيديو إليك أو مجموعة صور أو صور إلى مقاطع أفلام كرتون بطريقة جميلة واحترافية وإذا عندك فيديو طويل أيضا فيك تحوله بالكامل إلى أفلام كرتون بيتعرف على الشخصيات وعلى الحركات الموجودة وبيعطيك فيلم كرتوني جميل ومرحبا يسعى دواتكون أنا محمود الجبني مورا الكاميرا زوجتنا مطحانح صناع أفلام عم نحاول فيدكون بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة أفلام وهي الحلقات اللي عم تيجي ضمن سلسلة سينماتيك والعم تمنتاجها من قبل فريق كوميرا أصدقائي بدي ذكركم إذا عم تعجبكم هذه الحلقات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس أيضا لا تنسوا تتركوا لايك وتعليق لحتى نعرف أنه عم تصلكم الفائدة ولحتى تضلوا على آخر المعلومات بهذه القناة وموضوع حلقتنا اليوم يا أصدقائي مثل ما حكينا لكم بالمقدمة عن هذا التطبيق لصناعة أفلام الكرتون كتير من المتابعين بيسألونا عن صناعة المحتوى الكرتوني وتطبيقات لأفلام الكرتون وكيف نصنع أفلام كرتون على الجوال لهيك عملنا نحن سلسلة حلقات موجودة بالقناة بتحكي عن أفلام الكرتون وعن المحتوى الكرتوني على اليوتيوب عن كتير أشياء واليوم التطبيق جميل أنا جربته فعلا بعد ما جربت عدة تطبيقات من المتجر يعني بحثت عن عدة أشياء وجربتهم بنفسي لحتى جب لكم التطبيق المناسب هذا التطبيق بيختلف عن التطبيقات الأخرى يعني مو بس بحط لك فلتر كرتوني على الفيديو وأنما فعلا بيحلل حركاتك بيحلل وجهك بيحلل الشخصية اللي موجودة داخل الفيديو وبحول لك ياها لشخصية كرتونية والفيديو لفيديو كرتوني خلوني انتقل للمتجر ونتعرف على هذا التطبيق وكيف نستخدمه وكيف نخرج الفيديوهات ونستفيد منه لحتى نعمل أفضل إفكتات أصدقائي فتحنا هذا المتجر وهي إيقونة التطبيق وهذا اسمه VITA VITA Video Editor and Maker متل ما عم نشوفه رح نعمل Open ورح يفتح لي مباشرة بهذا الشكل عنا New Project عنا Cut Out وعنا إفكتات عديدة موجودة اللي بهمنا نحن حاليا هو AL Effect يعني مؤثر وفق الذكاء الاصطناعي إذا ضغطنا عليه رح يقننا اختار فيديو وانا اخترت فيديو وفتح لي بهذا الشكل متل ما عم نشوفي أصدقائي هو برنامج منتاج وتطبيق منتاج يعني فينا نعمل أكتر من شيء فيه عدى الإفكت الأساسي اللي بنا نشتغل عليه اليوم اللي هو الفيلم الكرتوني منشوف تحت إنه هون عنا الخيار الكرتوني اللي رح نجربه بعد شوي عنا Classic Art يعني بحول لك يا لفن كلاسيكي عنا هون أكتر من خيار مثل ما عم نشوف الإفكتات الموجودة اللي بهمني وفق الذكاء الاصطناعي اللي حكينا عنه هو الكرتون يعني نحول هذا الفيديو لفيلم كرتوني نضغط على كرتون ومننتظر وقت قصير جدا ومنشوف فورا رح يطبق لي هاي التقنية وفق الذكاء الاصطناعي ويصير عندي إفكت كرتوني رهيب وقبل ما نكمل يا أصدقائي إذا حابين تصنعوا محتوى ما نكون عارفانين كيف وشلون بتكون تبدأوا محتاجين لخبراء ومستشارين يبدو معكم من الصفر حتى الاحتراف قطوة بخطوة لتوصلوا لهدفكم ولحلمكم بصناعة المحتوى على اليوتيوب والسوشال ميديا بنقدمكم هذا الشي بكوميرا أكاديمي نبدأ معكم من الصفر إعداد المحتوى اختياره تطويره كتابة المحتوى كيف تختار محتوى إن كان نابع عن مهارة أو تقافي أو شهادة أو علم أو إن كان عندك محتوى ترفيهي حابب توصله للناس كيف تصور هذا المحتوى كيف تمنتجه وبعدين كيف تنشئ قناة يوتيوب من الصفر كيف تستفيد منصات السوشال ميديا أيضا كيف تحقق الدخل من أكثر من مصدر من الألف للياء تدريب بصناعة المحتوى طبعا في إلكم هدية خاصة فيكم يوتيوب 2023 كنت خاصة فيكم تستفيدوا منه طريقة الانضمام وكيفية الانضمام موجودة بالوصف موجودة بالتعليق المثبت رحكون معكم خطوة بخطوة لحتى تحققوا نجاحكم بصناعة المحتوى يلا نكمل منشوف يا أصدقائي خلص معالجة وصار عندي بهذا الشكل مثل ما عم نشوف حولي يا لفلتر كرتوني تماما فينا نستفيد منه أصدقائي شايفين العيون شايفين الشعر شايفين كيف التفاصيل بين كأنه رسم فعلا حتى الحركة غير لياها لتبين أنه فعلا هي شبيهة بأفلام الكرتون منشوف نكمل بلاي شايفين كتير جميل لحتى أعمل هيك اختبار سريع للتطبيق قررت صور من الموبايل لانا حاطت الموبايل هيك على البرندب رح سجل هيك فيديو بشكل سريع نجرب ندخل هذا الفيديو على هذا التطبيق ونحط افكت انيميشن كيف النتيجة رح تصير رح نشوف بظل الإضاءة الخارجية بالإضافة لتصوير الموبايل وبعد هذا المقطع خلوني حط فيديو مصور داخليا وبكاميره الموبايل وبظروف إضاءة عادية وخلونا نشوف النتيجة كيف رح تصير وهي طبعا النتيجة بتصوير الموبايل وبتصوير خارجي كيف يصير الانيميشن طبعا الصوت انا غيرته من خلال الإفكتات الموجودة هذا الفلتر ما بيغير لك الصوت وطبعا بسلم عليكم بإلا طبعا هلا بصور داخليا والموبايل نشوف هل هو قادر ضمن ظروف إضاءة عادية وايضا ضمن تصوير الموبايل نحن عم نصور داخلي هل رح يقدر يحول هاي الفيديوهات لحتى يعملها بشكل كارتوني طبعا نحن اختبرنا داخليا وخارجيا وبتصوير الكاميرا وتصوير الموبايل لسبب وجيه انه انت وقت تتحول فيديوهات كارتون ممكن ماك لها تحولها مصورة بطريقة احترافية وبظروف إضاءة جيدة لهي اختبرنا بأكتر من ظروف إضاءة ان كان في البرندة مثل ما شفنا وهلا عم نختبر من الموبايل وداخليا وظروف إضاءة عادية داخل غرفة وايضا اختبرنا اساسا خلال تصويرنا للحلقة بالستيديو وبظروف إضاءة ممتازة وبتصوير الكاميرا وعليكم انتو تحكموا هل هذا التطبيق بفيدكم لتصنعوا فيديوهات كارتونية من فيديوهاتكم او لا انا من خلال تجربتي بهذا التطبيق ما طلب مني اي عملية شراء يعني انا دخلت الفيديو رحت على الكارتون وهلا بعمل اكسبورت ومنشوف بلش يعمل سيفينج للفيديو وما طلب مني اي عملية شراء نهائيا حتى في خيار كان عندي هون في الاعدادات خلوني ارجع برجوع لورا وفتت من هون على الاعدادات وشفت انه انا فيني شيل العلامة المائية وما طلب مني اي عملية شراء بعد ما شلت العلامة المائية لهيك انا بشوف انه هو تطبيق مجاني وفعلا ما شفت اي عملية شراء طلبها مني بالاضافة هو عب يعرض اعلانات فيبدو هو عب يكتفي بالعلانات ايضا يا اصدقائي في كتير ميزات تانية فيكن انتو تستفيدوا من هذا التطبيق مثل ما قلت فيكن نضيفوا افكتات فيكن نضيفوا انيميشن فيكن نضيفوا موسيقى فيكن تعملوا تقطيع او تحذفوا الخلفية ايضا في عنده هون توتوريال يعني فيه يعطيكم دروس صغيرة لحتى تتعلموا استخدام التطبيق خلوني جرب افكت تاني على الفيديو ونشوف شو النتيجة دخلت على الال افكت ورح جيب فيديو وجبت انا مثلا هذا الفيديو ورح اجرب افكت تاني مثلا كلاسيك ارت او فن تقليدي او كلاسيكي ضغطت عليه مثل ما قلت رح ياخدوا شوية وقت وبعدها بيعطيني النتيجة بعد ما يخلص معالجة منشوف يا اصدقائي هاي صارت النتيجة مثل ما عم نشوف عمليها بالابيض واسود كأنه مرسومة بألم الرصاص تيرحلوا الافكت ياللي اضافه ياللي هو كلاسيك ارت مثل ما عم نشوف بالتشغيل شايفين يا اصدقائي وايضا فينا نطبق اي افكت من الافكتات الموجودة تحت انيميشن قلونا نجرب هذا الافكت وهي هي النتيجة يا اصدقائي مثل ما عم نشوف كيف عملي هذا الفلتر وايضا فيك تعمل اكسبورت او تحدد حجم البدكيات وكاي فور كاي او او اش دي فول اش دي وتعمل اكسبورت وبصير عندك على الموبايل هذا الفيديو سنكون عم تستفيدوا من حلقات اصدقائي واذا كنتوا جدد لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ستتظلوا على طلاع الاخر هاي المعلومات وايضا فيلش جديد بعالم الصورة والصوت ايضا لا تنسوا تتركوا لايك وتعليق حتى نعرف انه عبتصالكم الفائدة واذا حابين تنضموا لأقوى تدريب بصناعة المحتوى من الفكرة الى النشر لليوتيوب والسوشال ميديا فطريقة الانضمام وايضا روابط الانضمام موجودة بالوصف والتعليق المثبت انا مع حمود الجبني مورا الكاميرا الزوجتي انا مع طحان نحصلنا افلام ونحاول فيتكون بعين معلومات قصيرة والسريعة في عالم صناعة افلام وعالم صوت الصورة واسرار صناعة المحتوى نحب نحييكم ونقولكم سلامات